اشتركوا في القناة حياكم الله اخوتي اخواتي في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية اليوم نحن وإياكم في الليالي العشرة الأخيرة من شهر رمضان المبارك مشاهدينا فاصل عدوا لكم عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية رحبوا معي بضيفي هذه الحلقة السلام عليكم وعليكم السلام شوانك حبيبي حبد الله مشاهدينا طبعا برنامجنا يحتوي على ثمان مكعبات وكل مكعب فيه سؤال يوجه لضيفي الحلقة المكعب الأول والسؤال الأول اسمك الثلاثي وعمرك وسكنك اسمي ميع علي محمد عبدالهادي باقر ولد كربلة أمري 14 المكعب الثاني والسؤال الثاني في أي مرحلة دراسية أنا في الأول المتوسط المكعب الثالث والسؤال الثالث والسؤال الرابع شن يعني لك شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك هو شهر الطاعة والمغفرة والصيام والأعطي أكل للجوارين بعد تلوف يدي صيام مبارك على الجميع شاء خلوك أنا حبيبي أمير شاء الله مشاهدينا فاصل ونعود إليكم عدنا وياكم مشاهدينا في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية المكعب الخامس والسؤال الخامس شلونك ويا الصوم والعبادات الحمد لله يعني مرات عشتي وياي وياي بس أدمره نقول الحمد لله يعني الصوم والصلاة ما متعبتك أبت؟ لا لا الحمد لله ما متعبت المكعب السادس والسؤال السادس شلونك تقسم وقتك في شهر رمضان؟ يا نمر الله تالي من عمي وياح لها حضرات نقل قرآن الكريم آية نقل قرآن الكريم بعد أرجعني البيت هم أسلي وضع شوية تفزيون لما أصلي السحر أو أحلم المكعب السابع يوجه لك السؤال ويقول يا سورة تحب من القرآن الكريم؟ أحب سورة الفاتح تحب سورة الفاتح مثلاً تحب تقراها أو تسمعها؟ لا أحب أقار وذلك تتحب أنت هم تسمعها؟ اي يا قارة أتحب؟ أحب والله شوفي على أي قارة يا راح المكعب الثامن والأخير عندك رسالة تريد تكتبها لأحد العمة يا إمام راح تكتب له هاي الرسالة وشنو راح تكتب له؟ أكتب الإمام الماذي عجل الله فرجه أكتب له يعني مثلاً أكتب لك كيف تظهر يا إمامي؟ كيف تظهر وتخلف هذا الفساد العظيم؟ كيف تظهر وتحول هذه الأصابات والفاسدون وغيرها وغيرها؟ شكراً جزيلاً لك حبيبي أمير شكراً جزيلاً لكم مشاهدينا مشاهدينا فاصل ونعود إليكم عدنا وإياكم مشاهدينا إلى مسك ختام هذه الحلقة وبالختام حبينا نهديكم حديث من حديث أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلام صيام القلبي عن الفكري في الآثام أفضل من صيام البطنية عن الطعام مشاهدينا إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية في أمان الله اشتركوا في القناة